اشتركوا في القناة ولقد أصبح بين الناس إنساناً بارزاً ملحوظاً لما لمسوه فيه وعرفوه عنه على الرغم من أنهم لم يعرفوا عنه سوى الضئيل مما كان يعمله ويظهره وعلى الرغم من مظهره الهادئ الذي جعله يألف الحياة وينظر إليها من خلال فلسفة بسيطة أشبه بفلسفة رجل مزارع يفلح الأرض وعلى الرغم من هذا كله لم يكن يخلو من ميل شديد لحياة ملؤها المخاطرة لا حياة إلا مهرة ناعمة وكان كلما أحس بالملل وكلما أقفر المصرح الإنجليزي من عرض المصرحيات الهزلية أو كلما لم يسمح التقص بممارسة رياضة التي كان مبرزا فيها عن سائر الناس فإنه كان يهرع إلى دعوة صديقه الكولونيل دير الدين قائد الفرسان في بلاط بوهيميا ويطلب إليه أن يعمل على إعداد صهرة يقضيانها بالمدينة وكان قائد الفرسان ضابطا شابا شجاعا ذا مزاج ينحرف عن الشجاعة إلى النزق والطيش الأمر الذي جعله يتلقى طلب الأمير بنفس مفعمة بسرور ويهلع توى لإعداد السهرة وكان شديد المراز خبيرا ألوفا بكل شؤون الحياة ولا غر أن كان بارعا في التنكر وإخفاء شخصيته إخفاءا تاما ليس مقصورا فقط على تنكر وجهه وطريقة مشيه بل كان يشمل صوته وأفكار التي تدور في رأسه حتى يصير شخصا آخر من أي مرتبة في الحياة وأية شخصية أو أي مواطن من أي أمة وبهذه الطريقة استطاع أن يحصل سويا على الإذن والسماح بأن يغشي أي مجتمعات غريبة عليهما ولم تحاط السلطات الحكومية علما بهذه المغامرات ذلك أن شجاعة الشاب الفائقة وحضور بديهته ولو ذاعيته سمحت لهما أن يخوض غمار مغامرات عديدة خطيرة في سلام وأمان وعلى مر الأيام ازداد وثوقا بنفسيهما وفي إحدى أمسيات شهر مارس انهمر المطر بغزارة فاضطر إلى الدخول في خانة أويسترا الواقع بميدان ليشستر أقرب مكان لهما في ذلك الوقت وكانت ملابس جبر الدين تظهره في شخصية صحفي مغمور بينما تنكر الأمير بتغير شكله الظاهري وذلك بوضع ذقن مستعارة وحاجبين شعرهما كث زائف فظهر في هيئة رجل أشعث الهيئة قد أثرت فيه حرارة الشمس وتقلبات الجو وكان تنكره هذا مناسب له كل التناسب وهو الرجل الذي نشأ في الرغض والعز واستطاع في تنكرهما واستطاع في تنكرهما هذا أن يجرع كؤوس الخمر في هدوء دون أن يزعجهما أحد وكانت الحانة تموج بالناس ذكورا وإناثا ومع أن أكثر من واحد قد حاول أن يتخاطب عما واحد من المغامرين فإن كليهما لم يرغب في أن يوثق تعارفهما بأحد سواهما فقد كان الحاضرون من طبقات أقل مقاما من طبقتهما في لندن ثم لاح على الأمير الملل والسأم وأخذ في التثاؤب وفجأة فتح باب الحانة في عنوى ودلف إلى الحجرة شاب وفي أثره حمالان كان كل واحد من الحمالين يحمل على يده طبقا ضخما من فطائر القشدة وبعد أن كشف الحمالان الغطاء عن الطبقين أخذ الشاب يقف لدى كل فرد في الحانة لحظة ويلح عليه في أدب جم على أن يأخذ فطيرة من تلك الفطائر وكان الناس أحيانا يقبلون ما يعرضه من الفطير وهم مغرقون في الضحك بينما كان الآخرون يرفضون تناولها في حزم وثبات مقرونين بقحة وكان الشاب إذا ما رفض أحد تناول الفطيرة يأخذها بنفسه ويلتهمها ويعقب على ذلك بملاحظة ممزوجة بالمراحي أو ما يشبه المرح ووصل الشاب أخيرا إلى الأمير فلورزيل وخاطبه وهو ينحني إلى أسفل وممسكا بفطيرة في يده سيدي هل تتكرم وتخلع على شخص غريب مثلي شرفا من لدنك؟ إني لأضمن لك أن هذا الفطير من النوع الممتاز ولقد أكلت بنفسي 27 فطيرة منذ الساعة الخامسة فرد عليه الأمير قائلا لقد تعودت أن لألقى بالي واهتمامي بقيمة الهدية المهدات لي بقدر اهتمامي بالروح والطريقة التي يقدمها لي الإنسان فأدرف الشاب قائلا وهو ينحني للمرة الثانية إن هذه الروح يا سيدي التي أقدم بها هدية ما هي إلا روح الصخرية فعقب فلورزيل سريعا أيات السخرية؟ ومن هو الذي تريد أن تسخر منه؟ فرد عليه الشاب ما جئت لهذا المكان لأشرح لك فلسفتي وإنما أقصد فقط أن أوزع فطائري ولو أني أخبرتك أني أعتبر نفسي وشخصي فرضا من بين هؤلاء الناس الذي أحاول أن أسخر منهم فإني أتمنى أن أكون قد حافظت على كرامتك راجيا من ذلك أن تقبل فطيرة مني أما إذا لم تقبل فإنك سوف تضطرني على أن ألتهم الفطيرة الثامنة والعشرين وإني لا أعترف لك أني قد بدأت أشعر بالتعب من أكل هذا الفطير فقال له الأمير إني لا أشفق عليك وبي رغبة ملحة في إنقاذك ولكن بشرط واحد فإذا ما أكلت أنا وصديقي هذه الفطائر على الرغم من أن نفسي نتأنفها فإننا نتوقع منك أن تتناول طعام العشاء معنا على سبيل المكافأة لك وران على وجه الشاب أنه يفكر تفكيرا مليا في طلب الأمير ثم قال أخيرا ما يزال معي كثير من الفطائر التي أرغب في توزيعها وهذا بلا شك يحتم علي أن أقوم بزيارة عدة حانات أخرى حتى أختم مهمتي العظيمة الشأن وهذا يستلزم بعض الوقت أما إذا كنت جائعين وقاطعه الأمير بأدب سوف نصحبك صديقي وأنا وذلك لأن طريقتك اللطيفة قد استهوتنا كثيرا ونرغب في قضاء سهرة لطيفة وما دامت قد استقرت إرادتنا على هذا الأمر فأرجو أن تأذن لي أن أؤدي دوري وأنجز نصيبي في هذه الصفقة وبعد أن التهم الأمير الفطيرة قال مخاطبا الشاب في أدب جم نادر المثال إن الفطيرة لذيذة الطعم أما الكولينيل جيريدين فقد أكل فطيرته أيضا وبعد أن قبل أو رفض كل من في الحانة هذه الفطائر الدسمة فإن الشاب قد اتخذ سبيله نحو الباب الخارجي مصحوبا بالحمالين وفي أيديهم فطائر القشطة إلى حانة أخرى مشابهة لتلك الحانة وكان يبدو على الحمالين الذين يتبعان الشاب أنهما قد ألف تلك الوظيفة الحقيرة السخيفة وتبع الحمالين كل من الأمير وصديقه الكولينيل يتأبط كلاهما ذراع الآخر ويسيران سويا ولا يفارق ثغريهما الابتسام كلما نظر بعضهما إلى بعض وسارت الجماع على هذا النسق وزارت حانتين أخرتين حيث كان يرفض البعض هذا الكرم الغريب أو يقبله البعض الآخر بينما كان الشاب يلتهم كل فطيرة ترفض وعند مغادرة الحانة الثالثة أحصى الشاب ما تبقى من الفطائر فوجد أن الباقي تسعة فطائر ثلاثات منها في صينية وست في الصينية الأخرى ثم قال الشاب مخاطبا رفيقيه جديدين سادتي لا أريد أن أؤخركم عن طعام العشاء وإني لواثق أنكم جائعين وإني أشعر أني مدين لكما بتقدير خاص وإني في يومي العظيم هذا الذي أضع فيه نهاية لحياة الطيشي بأداء هذا العمل الذي لا أجد أسخف منه فإني في الوقت نفسي أرجو أن أسلك سلوكا حميدا نحو كل هؤلاء الذين رائدهم الصبر على ما شهدوه مني سادتي لا أريد أن يطول انتظاركم ومع أن معدتي قد أسابتها التخمة وتلفت بما تنوء عن حمله من تلك الفطائر المحشوة بالقشطة فإني لا أغامر بحياتي ولأبتلع ما تبق منها وما كاد ينتهي من إلقاء هذه الكلمات حتى وضع الفطائر التسع الباقية في فمه وبقد وبقدمة واحدة وخركة واحدة من فكي التهم الفطير الواحدة تل الأخرى ثم التفت نحو الحمالين وناولهما جنيهين وقال لهما يجب أن أقدم لكم الشكر فقد كان رائدكما معي الصبر الجميل ثم سمح لهما بالانصراف ووقف اللحظات يتطلع إلى كيس النقود الذي أعطى منه الجنيهين لمساعده وأعقب ذلك بضحكة ثم ألقى بالكيس في وسط الطريق وأعلن عن استعداده التام لتناول طغام العشاء مع رفيقيه الجديدين وذهبوا إلى مطعم فرنسي صغير في حي سوهو ذلك المطعم الذي تألق نجمه بالشهرة المبالغ فيها فترة من الزمان ثم عفى عليه بعد ذلك النسيان وجلسوا في غرفة خاصة بالطابق الثاني حيث تناولوا طعام العشاء الدسم وجرعوا ثلاثة أو أربعة أقداح من الشامبانيا وهم يتبادلون الأحاديث العادية وكان الشاب يتحدث في ابتهاج وسرور وكان يضحك ضحكا عاليا مدويا بطريقة لا تصدر من فرد طيب النشأ وكانت يداه ترتعشان رعشة قوية عنيفة وكان غير قادر على أن يتحكم في صوته أو يسيطر على نبراته أحيانا ورفعت الحلوى من على المائدة وأشعل كل منهم سيجارة ثم خاطبه الأمير قائلا إن كلي ثقة وأمل في أن لا تأخذني على تطفولي فإنما قد رأيته منك قد ملأ قلبي سرورا إلا أنه قد زاد في حيرتي وينبغي أن أخبرك أني وصديقي أهل لأن تثق بنا وتأتمن على سرك ولكل مننا أسرار كثيرة نقصها ونعهد بها إلى أناس مختلفين وإذا فردت وإذا فردت أن قصتك سخيفة فلست بحاجة لأن تشعر بالخجل منها فإننا أسخف من رأيت في إنجلترا اسمي جودول نيوفولوز جودول أما صديقي فهو الماجور الفريد هامر سميث أو على الأقل هو اسمه الشهير به ونحن نمضي حياتنا في البحث كلية عن المغامرات الشاذة فليس هناك أمر شاذ إلا وقد شغفنا به فرد عليه الشاب أحبك يا مستر جودول إنك توحي إلي نفسي بثقة طبيعية ولا يخامرني أدنى اعتراض على صديقك الماجور الذي أعتقد أنه نبيل متنكر وابتسم الكولينل لهذا الإطراء واستطرد الشاب في حديثه بطريقة مملوئة بالحيوية وقال لدي أكثر من سبب يمنعني عن أن أسرد عليكم قصتي وعلى الرغم من ذلك فلعل هذه الأسباب هي التي فلعل هذه الأسباب هي التي تدفعني بأن أحدثكما بقصتي وإنه لا يبدو لي على الأقل أنكم على استعداد تام لأن تسمع قصة ملؤها السخافة والتي لن أحرمكما من سماعها أما اسمي فلن أقوله على طريقتكما ومثالكم وإنما سأحتفظ به لنفسي وعمري لا قيمة له في قصتي ولقد اتحدرت من أصلاب أجدادي بالطريقة المألوفة وورثت عنهم بيتا جميلا ما زلت أشغله وثروة قيمتها ثلاثمائة جنيها في السنة كما وأني أظن أن أجدادي قد أسلماني لطريقة ملؤها المراحي الطائش الذي أجد لذتي الكبرى في ممارسته وتلقيت قصة لا بأس به من التعليم كما وأني أعزف الموسيقى بطريقة ممتازة ولكن ليس إلى الحد الذي يعينني على أن أكسب مالا من فرقة موسيقية حقيرة ولقد تعلمت الكثير من لعب الورق حتى يمكنني أن أخسر ما يقرب من ماءة جنيها سنويا وإلمامي باللغة الفرنسية كان كافيا لأن يعينني على أن أصرف المال في يسر كما أصرفه في لندن وبالاختصار فإن شخصي مليء بفضاء للرجول ولقد جربت كل أنواع المخاطرات ومن بينها المبارزة بالسيف من غير هدف يدفع إلى ذلك ولكن منذ شهرين ماضية قابلت سيدة في ريعان الشباب تتفق مع ذوقي تمام الاتفاق وذاب قلبي حبا على الأثر وألفيت نفسي أنني قد قابلت مصيري أخيرا وإني قد أوشكت على الوقوع في أسر حبها ولكن عندما أخذت أحصي الباقي من رأس مالي فوجدته أقل من أربعمائة جنيها وإني لأسألكم بدوري هل يكفي لرجل يحترم نفسه أن يقع أسير الغرام معتمدا على هذا المبلغ؟ ولذلك قر عزمي على أن أهجرها بالتأكيد فتركتها وتجنبت لقياها ولكي أسرع في صرف ما قدرته من مال فإني توصلت هذا الصباح إلى صرف الثمانين جنيها الباقية وهذا المبلغ قسمته إلى قسمين متساويين أربعين جنيها نحيتها جانبا لغرض خاص أما الأربعين الباقين فإني أعني صرفها قبل أن يحين الظلام ولقد أنضيت يوما مسليا وقمت بحيل طريفة أخرى علاوة على الفطائر التي كانت السبب في إدخال السرور على نفسي بالتعرف عليكما ومصاحبتكما من أجل ذلك كنت مصمما كما أخبرتكما على أن أختتم حياة فاشلة بنهاية أكثر فشلا عندما رأيتماني أقذف بكيس النقود في عرض الطريق كان ذلك نهاية الأربعين جنيها الباقية والآن فإنكم تعرفاني تمام المعرفة كمعرفتي بنفسي إنسان غبي نزق لا يحيد عن نزقه وأرجوكما أن لا تعتقداني أني جبان أو أني أحب أن أشكو من حالي لسواي وكان يبدو طيلة الوقت من نبرات صوتي وجرس حديثي أن هذا الشاب لديه فكرة سيئة منحطة عن نفسه وأدرك سامعاه من حديث أن مغامراته الغرامية كانت منبعثة من قلبه أكثر مما رغب أن يصرح بها وأنه كان عازما على أن يختصر عمره ويضع نهاية لحياته وبدت لهم أحيلة الفطائر أشبه بمأساة أليمة في زي من التنكر وقال الكولينيل جابريدين وهو يلقي بنظرة إلى الأمير عاجبا أليس من الشاذ الغريب أننا قد التقينا نحن الثلاثة بمخض المصادفة في مدينة هائلة كلندن؟ ونحن أيضا على حال تكاد تكون متشابهة فصاح الشاب متسائلا كيف ذلك؟ هل أنتم مثلي مخطمان؟ وهل عشاؤنا الليلة حماقة كفطائر؟ هل أراد الشيطان أن يجمع ثلاثة من أعواني ليقضوا وليمة نهائية؟ فأجابه الأمير فلوريزيل صدقني إن الشيطان أحيانا يستطيع أن يؤدي شيئا يتسم بالرقة والكياسة وإني في غاية التأثر من هذا التوافق والتصادف بيننا وذلك على الرغم من أننا لسنا على حال واحد ومتشابه تماما فإني سأجعل مواقفنا متشابهة وأرجو أن يكون عملك المجيد الذي ينبئ عن بطولتك في اكتلاع الفطائر مثلا أسير على منوالي وما إن انتهى الأمير من كلماته حتى أخرج كيس النقود ونزع منه حزمة صغيرة من الأوراق المالية وتابع الأمير حديثه قائلا أترى أنك قد سبقتني بأسبوع في صرف كل ما معك من مال؟ ولكن أعني أن اللحاق بك قريبا فهذا ثم وضع واحدة من الأوراق المالية على المندضة واستطرد قائلا هذا سيكون كافيا لدمغ قائمة حسابنا أما بخصوص الباقي وألقابها في النار وخرجت بعد احتراقها من المدخنة كسحابة من الدخان وحاول الشاب أن يمسكه من ذراعه ليمنعه من إلقائها ولكن حالت المندضة التي كانت بينهما عن غرضه وجاء تدخله في لحظة متأخرة للغاية فصاح الشاب يا لك من رجل تعس كان أحرى بك أن لا تحرقها كلها كان ينبغي عليك أن لا تستبقي أربعين جنيها فردد الأمير قائلا أربعين جنيها وعجبا ولماذا بحق السماء أربعين جنيها وصاح الكولينيل ولماذا لا يكون ثمانين جنيها فإنها على ما أعتقد كانت ماء جنيها في اللفافة وقال الشاب في حزن إنه لم يكن في حاجة إلى أكثر من أربعين جنيها وبدونها لم يحصل على إذن بالدخول فيها إن القانون جاد شديد على كل أن يدفع أربعين جنيها ما ألعنها من حياة إن الإنسان لا يمكن أن يموت دون أن يدفع مالا في سبيل ذلك ونظر الأمير والكولينيل كل منهما إلى الآخر وقال له الكولينيل فسر ما تريد فما زال في حوزتي كيس به قليل من المال ولا أستطيع التعبير عن مقدار سروري لأن أقتسم أنا وجدول ما معي من ثروة ولكن ينبغي أن تعرفني لأي تغاية يجب أن تخبرنا بكل تأكيد ماذا تعني وبدى على الشاب أنه قد أخذ يسترد انتباهه وأخذ ينظر إليهما في ارتباك وقد احمرت وجنتاه احمرارا شديدا وقال لهما أظن أنكم لا تريدان خديعتي فهل أنتم حقا محطمان مثلي؟ فأجابه الكولينيل إنني حقيقة محطم مثلك وأجابه الأمير أما عن نفسي فلقد أعطيتك برهانا على ذلك فمن يمكنه أن يلقى بماله ونقوده في النار إلا إذا كان محطما إن عملي لينضق عن نفسه فقال الشاب في ارتياب نعم إما رجل محطم أو مليونير فقال الأمير كفاك هذا يا سيدي لقد قلت هذا وإني لم أعتد أن يتشكك أحد في كلماتي فرد عليه الشاب قائلا أمحطم أنت؟ هل أنت محطم مثلي؟ أبعد حياة قضيتها كما تهوي قد وصلت إلى النقطة التي لا تستطيع أن تفعل بعدها شيئا ما؟ هل أنت حقا؟ وظل صوت الشاب ينخفض رويدا رويدا وهو يتحدث قائلا هل أنت حقا ستقوم بهذا العمل الأخير؟ أستتجنب نتائج طيشك متخذا ذلك الطريق السهل الذي لا يوجد سوى؟ أسوف تهرب من نفسك؟ وتصم أذنيك عن نداء ضميرك من خلال ذلك الباب المفتوح على مصرعي؟ وقطع حديثه فجأة مجاهدا أن يضحك ثم استطرد صائحا وهو يجرع كأسه إنه في صحتك ونعمتما مساء أيها الرجلان المحطمان المرحان وما كاد يهم بالنهوض حتى أمسكه الكلن الجير الدين من ذراعه وخاطبه قائلا إنك لا تثق فينا وإنك مخطئ ولقد أجبت على كل أسئلتك بكلمة نعم ولكن لا أخاف أحد وأستطيع أن أحدثك في وضوح وجلاء نحن أيضا مثلك قد شبعنا وسائمنا من الحياة وعقدنا عزمنا على الموت فعاجلا أو آجلا فرادا أو مجتمعين قد نوينا أن نلاقي الموت وما دمنا قد لقيناك وما دامت حالتك عاجلة فلتكن الخاتمة هذه الليلة دون أن نتردد وإذا شئت فلتكن خاتمتنا نحن الثلاثة ثم صاح قائلا إن ثلاثتنا المفلسين يجب أن نخرج سويا نتأبط أذرع بعضنا البعض ليمنح كل منا العون لأخيه في العالم الآخر وحقا لقد وجد جير الدين الكلمات المناسبة الصحيحة والطريقة الملائمة للدور الذي كان يقوم به وانزعج الأمير نفسه ونظر إلى صديقي وعلى وجهه ظلال من الشك ثم حمرت وجنة الشاب مرة أخرى إحمرارا شديدا ولمعت عيناه بنور شديد وصاح الشاب قائلا في جدل عنيف أنتم الرجلان اللذان أنشدهما ولنتصافح يدا بيد لاتفاقنا على هذه الصفقة وكانت يده باردة ورطبة إنكم لا تعرفان في أي صحبة سوف تغذان المسير وإنكم لا تعرف تلك اللحظة السعيدة التي كانت تنتظركما عندما قابلتما فطائري وإني لأعرب الباب الخاص المؤدي للموت نعم فإني واحد من هؤلاء الذين يعرفونه جيدا وأستطيع أن أصل بكم إلى دار الخلود دون أن تجد مشقة وعناء ودون أن يلومكم أحد من الناس وسأله في شغف أن يشرح لهم ماذا يقصد بذلك فسألهما أمعكما ثمانين جنيها؟ فتظاهر جير الدين بالنظر في حافظته وقال له إن المبلغ معه فصاح الشاب قائلا يا لحظكم السعيد إن أربعين جنيها هي رسم الدخول إلى نادي الانتحار قال الأمير مجدوه مدسائلا نادي الانتحار؟ وعجبا وماذا يكون هذا النادي بحق الشيطان؟ فقال الشاب انصطغ نحن نعيش في العصر الحديث عصر الوسائل المريحة وينبغي أن أخبركم عن أحدث اختراع من هذا النوع في كل مكان أعمال يؤديها الناس ومن أجل هذا اخترعت السكك الحديدية ولكن هذه القطر ولكن هذه القطر قد أبعدتنا كثيرا عن أصدقائنا ومن أجل هذا أيضا اخترع التليغراف حيث يمكن أن يتصل الناس بعضهم ببعض من مسافات شاسعة على جناح السرعة وأصبحت المصانع في البيوت في متناول أيدينا وأصبحت المصاعد في البيوت في متناول أيدينا حتى توفر علينا أن نصعد مئات من الأدراج ونعرف جميعا أن الحياة ما هي إلا مسرح تمثل عليه ملهات فكهة ما دام الدور الذي نمثله فيها يسلين ويمتعنا وإن وسائل الترفيه الحديثة لينقصها عامل مريح آخر لينقصها طريقة مبسطة سهلة لكي تترك هذا المصرح ينقصها باب ننفذ منه إلى الحرية أو كما قلت في هذه اللحظة باب خاص يفضي إلى الموت وهذا أيها الزميلان الثائران على الحياة قد وضعه في متناول أيدينا وفي طريقنا نادي الانتحار لا تظن أنكم وأنا الأشخاص الوحيدون أو الشاذون في إظهار رغبتنا المعقولة في ترك الحياة إن عددا كبيرا من رفقائنا الذين سائموا الدور الذي ينتظر أن يقوموا به كل يوم طيلة حياتهم حتى امتنعوا عن ترك الحياة لسبب واحد أو سببين إن بعضهم يعول أسرا قد يظلمهم النبأ أو يقع على رؤوسهم اللوم إذا مفتدح الأمر أما الآخرون فإنهم يعانون ضعفا يجعلهم يهابون ظروف الموت وهذه الحالة هي نفس الظرف الذي أقاسيه فإني لا أستطيع أن أصوب مسدسا إلى رأسي وأطلق النار هناك شيء أقوى من نفسي يقف حائلا بيني وبين التنفيذ وعلى الرغم من أنني أكره الحياة فإني لا أجد القوة لأموت وأقضي على حياتي فلكل فرض مثلي ولكل هؤلاء الذين يريدون أن يتركوا الحياة دون أن يخشوا الفضيحة قد تأسس نادي الانتحار ليوفي بهذا الغرض ولكن كيف قام هذا النادي وما هي البواعث التي أدت إلى تأسيسه وهل هو قائم بنفسه أم له فرع أخر في إقطار أخرى فهذا كل لا أعلم عنه شيئا وإنما أعرفه عن قوانيني فليس مسموحا لي أن أقصه عليكما وهذا كل ما يمكنني أن أفعله من أجلكما إذا كنتما قد سئمتم الحياة فسوف أقدمكما الليلة إلى اجتماع أما إذا لم يكن الليلة فلنلجئه إلى وقت آخر خلال هذا الأسبوع وستنزع حياتكما في غاية من اليسر ثم نظر إلى ساعته وقال مستطردا إن الساعة الآن الحادية عشر وعلى الأكثر يجب أن ننصرف بعد نصف الساعة بعد أن تفكر فيما عرضته عليكما إن الأمر أشد خطورة من فطيرة محشوة بالقشط ثم أردف وهو يبتسم بل أظن أنه يفوقها حلاوة فأجاب الكولنل إن الأمر لخطير حقا وأشد خطورة ولذا أرجو أن تأذن لي أن أتحدث خمسة دقائق على انفراد مع صديقي ميستر جودول فأجاب الشاب إن هذا عين العدل وإذا أذنت لي فإني سأنسحب جانبا وما كاد الإثنان ينظران سويا حتى بدأ فلورزيل الحديث قائلا ما الفائدة المرجوة من هذه المناقشة يا جير الدين إني أراك منزعجا بينما استقر عقلي في هدوء تام على أمر وسأرى هذا الأمر حتى نهاية الشوط فقال الكولنل وقد امتقى وجهه يا صاحب السمو أرجوك أرجوك أن تسمح لي بأن أبين لك قيمة حياتك ليس فقط لدى أصدقائك وإنما قيمتها لدى المصلحة العامة فإذا ما قدر الله أم تحدث مصيبة بشعة لسموك فأرجوك إذن أن تسمح لي أن أبين لك كم سيصيبني من يأس وكم سيصيب أمتك العظيمة من جزع فرد عليه الأمير في نبرات هادئة للغاية إني سأتعقب هذا الأمر حتى نهاية الشوط وأرجوك يا جير الدين أن تحافظ على كلمة الشرف كسيد مهذب وأرجوك أن تتذكر أنه ليس مسموح لك في أي ظرف آخر ودون إذن مني أن تبوح بالسر عن شخصيتي الحق وهكا هي أوامري التي أعيدها وأكررها على مسامعك ثم أضف قائلا له والآن دعني أطلب إليك أن تدفع قائمة الحساب وأطاعه جير الدين على مضت وامتقع وجهه عندما نادى على الشاب صاحب الفطائر وأعطى أوامره للساقي بينما احتفظ الأمير بهدوء مظهره وأخذ يصف في مرح فائق ومتعة كبيرة مصرحية كان قد رآها أخيرا للشاب المصمم على الانتحار واجتهد أن يتجنب عيني صديقه الكولونيل وبذلك فعلى أقصى ما يمكنه على أن يجعله يغير رأيه ثم اختار سيجارا في حرص غير مألوف والحق يقال أنه كان هو الشخص الوحيد الذي استطاع أن يسيطر على أعصابه من بينهم جميعا ودفع القائمة وأعطى الأمير كل ما تبقى من الورقة المالية إلى الساقي الذي غلبت عليه الدهشة وانطلق ثلاثتهم خارجين من الحانة وركبوا عربة وبعد أن سارت بهم قليلا توقفت عن باب فناء مظلم نوعا ما حيث نزلوا جميعا وبعد أن دفع جير الدين أجرة العربة استدار الشاب نحو الأمير وخاطبه بالآتي ما يزال لديك وقت وفير يا مستر جودول لأن ترجع القهقري إلى العبودية وأنت كذلك يا ماجور هامر سميث فكر مليا في الأمر قبل أن تخطو خطوة واحدة وإذا قال لكما قلباكما لا فهاكما مفترق الطريق بيننا قال له الأمير تقدمنا يا سيدي إنني لست الرجل الذي يتراجع أو ينقض أمرا قد قاله من قبل فأجاب مرشدهما إن هذا الهدوء المرتسم عليك يفيدني كثيرا فلم أر في حياتي على الإطلاق شخصا ثابتا مثلك في مثل هذا الموقف ولست أول فرد قد أحضرته أمام هذا الباب ولقد ذهب قبل أكثر من صديق لي ذهب إلي حيث أنا ذاهب الآن لكن هذا لا يهمك في كثير أو قليل وانتظر هنا فترة دقائق معدودات وسأعود طالما أعمل على ترتيب السماح لكما بالدخول وما ألقى الشاب بهذه الكلمات حتى لوح بيديه لرفيقه ثم اتجه نحو الفناء وغاب عن الأنظار وقال الكلونيل جير الدين في صوت هادئ هذا العمري له أشق عمل يزق وتصرف خطر بل أشد دفاعا وخطرا من كل ما اقترفناه من حماقات فرد عليه الأمير قائلا أعتقد ذلك تمام الاعتقاد واستترد الأمير قائلا ما زالت أمامنا لحظات نتدبر فيها أمرنا ودعني أطلب من سموك وألح في الرجاء أن ننتهز هذه الفرصة لننسحب وإن نتائج هذه الخطوة التي سنخطوها ما زالت في طي الكتمان ومحفوفة بالغموض وقد تكون رهيبة الأمر الذي يجعلني أشعر أن لدي الحق لأن أخاطبك بحرية لم يعهدها سموك في فترات وحدتنا وإنفرادنا سويا وهل يعني كلامك هذا أنك خائف يا كولونيل؟ قال له هذه الكلمات وهو يأخذ سيجارة من فمه ونظر في اهتمام كبير في وجه صديقي الذي رد عليه في كبرياء قائلا لست خائفا على نفسي وإنما خوفي على سموك بكل تأكيد فقال له الأمير في دعابة ثابتة لقد فكرت في ذلك من قبل ولعل هذا هو السبب الذي من أجل لم أرغب في أن أذكرك بالفارق بين منزليتنا هذا كل ما في الأمر ثم استترد قائلا وقد لاحظ أن جير الدين قد بدأ في الاعتذار له لقد قبلت عذرك وسامحتك ثم انصرف إلى تدخين سيجارة في هدوء وهو يتكئ إلى الحائط حتى عاد إليه الشاب من الداخل فقال له حسنا لقد أعدت الأمر لدخولنا فرد عليه الشاب اتبعاني ولسوف يكون رئيس في استقبالكما ولكن إياكما أن تخبراه بالحقيقة لقد ضمنت كل شيء في سبيلكما ومع ذلك أن عضوا واحدا لا يحفظ الصر بخصوص هذا النادي فإنه بلا شك سيعمل على تحطيم الجماعة كلها إلى الأبد وهمس كل من الأمير ودير الدين في أذن بعضيهما لحظة واتفق فيما بينهما أن كل واحد منهما يعزز ما يقوله الآخر ويؤمن عليه وأن يتظاهر كلاهما أنهما على أتم معرفة وألفة فيما بينهما وهكذا أصبح مستعدين لأن يتبع مرشدهما إلى غرفة رئيس النادي ولم تكن هناك عقبات في طريقهما وكان الباب الخارجي مفتوحا وكذلك كان باب الرئيس مفتوحا أيضا وفي غرفته الصغيرة المرتفعة تركهما الشاب مرة أخرى وقال لهما وهو ينصرف إن الرئيس سيحضر إليكما في الحال واستطاع أن يسمع الأصوات العديدة من خلال الباب الذي كان بمثابة مخرج للنادي ومن حين لأخر كان يقطع حديث الناس صوت فرقعة سداد الفلين وهو ينزع من زجاجات الشامبانيا ويعقبها ضحك عالي وكانت هناك نافذة واحدة تشرف على النار واستطاع أن يحكم من تطلعهما إلى مصابيح الشارع أنهما ليس ببعيد عن محطة شارينج كروس وكان أثاث الغرفة فقيرا متواضعا وكانت أغطية الكراسي بالية ولم يكن بالغرفة شيء متحرك سوى جرس يدوي صغير يتوسط من ضدت مستديرة وكانت قبعات ومعاطف مجموعة كبيرة من الناس معلقة على المشاقب المثبتة حول الجدران فقال جير الدين ماذا يكون هذا المكان فأجاب الأمير هذا ما جئت من أجله فإذا كانوا يحتفظون في هذا المكان بشياطين على قيد الحياة فإن الأمر سيكون باعثا على التسلية وعند ذلك فتح باب الغرفة بدرجة تسمح لجسم إنسان واحد أن يمر من خلاله حيث دخل منه رئيس نادي الانتحار الذي يشيع في النفوس الرهبة كان الرئيس في الخمسين من عمره أو أكثر رجلا ضخما خطواته غير ثابتة ذا لحية إنشعثاء كثة أصلع من قمة رأسه وعيناه رما ديتان تكاد تكون مغلقتين وظل يحرك سيجاره حركة دائرية في فمه من جهة لأخرى وهو يتطلع في حدة وعنف وبرود إلى الغريبين وكان يرتدي حلة خفيفة وكانت ياقة قميصه المخططة تكشف عن رقبته وكان يحمل كتابا صغيرا تحت ذراعه وقال لهما بعد أن أغلق الباب خلفه طاب مساءكما لقد أخبرت أنكما تريدان الحديثي معي فأجابه الكولونيل لدينا رغبة في أن نلتحق بنادي الانتحار فأخذ الرجل يقلب سيجاره في فمه وقال له محتدا ما هذا الذي تقوله فرد عليه الكولونيل عفوا يا سيدي ولكن أعتقد أنك أفضل إنسان يمكنه أن يعطينا الأنباء والمعلومات الصحيحة في مثل هذا الموضوع فصاح الرئيس أنا؟ نادي الانتحار؟ هيا هيا ما هذا كله إلا فكاهة ويمكن أن أفهم على وجه التأكيد بل أصفح عن السادة الذين يمزحون بعد أن تكون الخمر قد لعبت برؤوسهم ولكن لتضع حدا ونهاية لهذا الحديث فرد عليه الكولونيل قائلا فلتسمي ناديك ما شئت من الأسماء فإن لديك بعض الصحاب خلف هذه الأبواب ونحن نلح في أن نشترك معهم فرد عليه الرئيس في هدوء سيدي إنك قد أخطأت فما هذا إلا بيت خاص ويجب أن تغادره في الحال وظل الأمير طيلة هذه المحادثة هادئا ولكن الآن وبعد أن نظر إليه الكولونيل كما لو كان يرغب أن يقول له ليكن هذا هو دورك ولتنصرف بحق السماء ثم نزع سيجاره من فمه وقال لقد جئت هنا تلبية لدعوة صديق لك وهو بلا شك قد أخبرك بعزمي وبنيتي عندما قال لك أني لن أشترك مع هذه الجماعة ودعني أذكرك أن إنسانا في مثل مركزي لديه القليل ليفقده وإنه ليس من المحتمل إطلاقا أن يقبل خشونة أكبر من هذه وما أنا إلا شخص هادئ دائما ولكن يا سيدي إما أنك سوف تتصرف في هذا الموضوع الذي تعرفه كما أشاء وإلا فإنك سوف تندم أشد الندم على أني قد جئت إلى غرفتك هذه فضحك الأمير بصوت عالي وقال هذه هي الطريقة المثلة للحديث وإنك لجدير برجولتك فأنت رجل حقا ولقد عرفت كيف تغزو قلبي ويمكنك أن تفعل معي ما تشاء أتسمح؟ والتفت إلى جير الدين موجها حديثه إليه هل تسمح أن تترك الغرفة بضع دقائق؟ ولسوف أنهي حديثي أولا مع رفيقك وينبغي أن أنجز سرا بعض الرسميات الخاصة بالنادي وما إن انتهى من هذه الكلمات حتى فتح بابا آخر لغرفة صغيرة وأغلقها على جير الدين وقال لفلورزيل وهما منفردان إني أثق فيك ولكن هل أنت واثق من صديقك؟ فأجابه فلورزيل لست متأكدا تماما كثقتي بنفسي على الرغم من أن لديه أسباب كثيرة واضحة كل الوضوح ولكني واثق من أنه يمكنني أن أحضره هنا دون خوف ما فلقد ترد من الجيش منذ عدة أيام لاتهامه بالغش في لعب الورق فأجاب الرئيس إنه لسبب معقول حقا فلدينا عضو حالته مثل حالة صديقك وإني لواثق منه تماما وهل لأن أسألك أكنت بالجيش؟ فرد عليه الأمير نعم كن ولكن كنت كسولا للغاية وتركته من مدة طويلة وتابع الرئيس حديثه متسائلا وما هو سبب تعبك من الحياة فأجابه الأمير إنه نفس السبب الذي دفعني إلى ترك الجيش الكسل الشديد فاعتدل الرئيس في جلسته وفي دهشة بالغة وقال ألا لعنة الله عليه لا بد وأن لديك شيء أفضل منه فأضاف فلوريزيل لا أملك مالا كثيرا وهذه مضايقة أخرى لي بلا شك وتعمل على إرهاف حدة الكسل عندي وأخذ الرئيس يحرك سجاره في فمه عدة ثوان وهو يحملق في قوة مسددا عينيه إلى عيني ذلك القادم الجديد الغريب الأطوار ولكن الأمير ثبت في هذا الامتحان أمامه ولم تفارق وجهه أمارات الهدوء التام وقال الرئيس أخيرا إذا لم أكن رجل تجارب ما ترددت في طردك ولكن خبرة الحياة وأعرف أن ما يبدو تافها من الأسباب الدافعة على الانتحار هي غالبا التي لا يمكن لأحد أن ينكرها وإذا ما أحببت إنسانا حبا عميقا كما أحببتك يا سيدي فإني لأفضل في مثل هذه الأحوال أن أتغاضى عن اتباع قوانين النادي على أن أطرده منه وسأل الرئيس كل من الأمير والكولينيل أسئلة عديدة مجملة ولقد سئل الأمير أولا بمفرده ثم جير الدين في حضور الأمير لكي يراقب الرئيس وجه كل منهما وهو يوجه الأسئلة إلى أحدهما توجيها سديدا وكانت نتيجة هذه الأسئلة مرضية وبعد أن دون الرئيس تفاصيل قليلة عن كل واحد منهما استخرج ناذ استخرج نموذجا كتب عليه يمين الالتحاق بالنادي إذا كان المفروض على العضو الجديد أن يقسم يمين الطاعة العمياء وأن يلزم نفسه بإطاعة أقصى الشروط وإذا استطاع أي فرد أن يتغضى أو يحيد عن هذا القسم الرهيب فإنه يكون مسلوب الشرف كافرا بدينه ووقع فلوريزيل الورقة وهو يرتجف وأمضاها بعده الكولينيل ووجهه يقطر حزنا ثم تسلم الرئيس منهما رسم الدخول وأدخل الصديقين في الحال إلى غرفة التدخين في النادي وكانت الغرفة تنزيء بنار تشتعل في لمعان وأنوار مصابيح متناثرة في السقف وأكمل الأمير وتابعه عدد الحاضرين في الغرفة إلى ثمانية عشر فردا وكانت غالبية الحاضرين تدخن وتشرب الشمبانيا وقد سيطرت على الجميع نوبة من الابتهاج الشديد فسأل الأمير هل هذا اجتماع كامل؟ فقال الرئيس بين ذلك تقريبا ثم عقب قائلا لا تنسي إن كان معكما نقود أن تطلب قليلا من الشمبانيا فإنها تبعث على الانشراح كما وإنها إحدى المصادر الإضافية لدخلي فقال له فلورزيل قد أترك الشمبانيا لك يا هامر سميث ثم انصرف ليتجول بين الضيوف وتبعا لأنه كان معتادا على أن يقوم بدور المضيف في أرقى الطبقات فإنه قد استولى على مجامع القلوب وسيطر على كل من جلس بجواره وكان له من روحه ومسلكه ما أكسبه الأفئدة وأم لا إرادته عليها وقد ميزه أيضا هدوءه الغير مألوف وجعله مبررا ظاهرا وسط تلك الجماعة التي كاد يقضي عليها الجنون وكان كل من انتقل من شخص إلى آخر يفتح عينيه ويرهف أذنيه بكل ما يحيط به وسرعان ما كون فكرة عامة عن الناس المحيطين به وقد ساد الجميع طابع واحد وناس في ريعان الشباب وربيع العمر تلوح عليهم مخايل الذكاء وينبضون بكل الإحساسات ولكن تعوزهم بوارق القوة والميزات التي تؤهلهم للنجاح وقليل منهم من يفوق سن الثلاثين بل الكثيرون كانوا ولا يزالون في سن العشرين وكانوا يقفون هنا وهناك مستندين إلى المناطد وهم يهزون أقدامهم في قلق وأحيانا يدخنون سجائرهم بسرعة فائقة وأحيانا يتركون هذا اشتعل حتى تنطفئ دون أن يدخنوها وكان البعض يجيد الحديث بينما كان حديث البعض الآخر ما هو إلى نتيجة اضطراب أعصابهم ويتحدثون حديثا مملا لا هدف فيه ولا قصد منه وكانت كلما فتحت زجاجة من شامبانيا تسري فيهم حركة خفيفة من الورح وكان هناك إثنان فقط يجلسان أحدهم جالس على كرسي في ركن بجوار نافذة ورأسه مدلّة ويده ثابتتان في الجيوب سرواله ممتقع الوجه يكسوه العرق في شكل ظاهر لا ينبس ببنت شفة مطرقا محطم الروح والجسم أما الآخر فقد جلس على أريكة ملاسقة للمدفأة وقد جذب الانتباه باختلاف وضعه عن الجميع اختلافا كبيرا وقد جاوز الأربعين ولكن يبدو عليه أنه في الخمسين ولقد أيقن فلورزيل أنه لم ير في حياته على الإطلاق رجلا يماثله في القبح أو شخصا مثله قد أوغلت فيه عوامل المرض والاضطراب فحطمته تحتيما فلم يكن أكثر من صورة من الجلد والعظم وكان مشلولا شللا نصفيا ويضع على عينيه منظارا غاية في السمك وفيما عدا هدوء الأمير والرئيس كان هو الشخص الوحيد في الغرفة الذي حافظ على هدوء مظهره وحياته المألوفة وكان أعضاء النادي يتمسكون بقليل من السلوك المهذب إذ كان بعضهم يفخر بأعمال فاضحة مشينة أرغمتهم نتائجها على أن يفضلوا الموت على الحياة بينما كان الآخرون ينصطون دون أن يبدو مخالفة لما يسمعون وكان يبدو عليهم جميعا أنهم يأنفون ويعزفون عن الحكم على أي عمل بالاستحسان أو الاستهجان وكان كل من دخل النادي يبدو عليه أيضا أنه قد أخذ في التمتع بحريات من أوشك على أن يودع الحياة إلى القبر وكانوا يشربون أنخابا في ذكريات كل منهم وفي حوادث الانتحار المشهورة الماضية وكانوا يقارنون بين وجهات نظرهم عن الموت ويوضحون اختلافتها وأعلن بعضهم أن الموت ليس إلا الظلام الدامس الذي يعقبه الموت وكان البعض يراودهم الأمل الكبير في أنهم سيكونون في ليلة موتهم نفسها بين النجوم حيث يقابلون عظماء الموت السالفين وصاح أحدهم وهو يشرب في ذكر البارون ترينك المثل الأعلى للمنتحرين الذي ترك هذا العالم الضيق المحدود من خلال تابوت أكثر ضيقا حيث ينفذ منه إلى عالم الحرية وقال رجل ثاني أما فيما يخصني فلا تهفو نفسي شيئا سوى عصاية وقطعة قطن لأذني فإنه لا يوجد قطن سميك كاف في هذا العالم وأخذ ثالث يفسر أفكاره عن الحياة بعد الموت بينما صرح ثالث أنه ما كان ليلتحق بالنادي إذا لم يستطع أن يرغم على الاعتقاد بما قاله ميستر دارون في نظريته وقال هذا المنتحر الجدير بالذكر إني لا أطيق أن أكون منحدرا من سلالة القرود وخاب أمل الأمير بمسلك وحديث الأعضاء جميعا خيبة تامة وقال الأمير محدثا لنفسي إن الأمر يبدو لي أنه لا يستحق كل هذا العناء فإذا ما صمم إنسان على أن يقتل نفسه فلا يتردد في ذلك بحق الله وليفعل كأي سيد مهذب وهذا الفخر وذلك الحديث الأجوف خارجان عن الموضوع وفي أثناء ذلك استولى على الكولينيل جير الدين خوف شديد فما زال في نظري النادي وأعضاء أمورا يحيط بها الغموض وتلفت حوله في الغرفة لعله يجد فردا يريح باله من ذلك العناء فوقع بصره على ذلك الرجل المشلول صاحب المنظار السميك وعندما ألفاه ما يزال على هدوء طلب من الرئيس الذي كان منهمكا في الدخول والخروج من القاعة تحت ضغط أعماله طلب منه أن يقدمه إلى السيد الجالس على الأريكة فشرح له الرئيس عدم جدوى اتباع مثل تلك الرسميات في النادي ولكن على الرغم من ذلك فقد قدم مستر هامر سميث إلى ميستر مالتوس ونظر ميستر مالتوس إلى الكولينيل في شغف ثم طلب إليه أن يجلس على مقعد على يمينه ثم قال له لعلك قادم جديد وترغب في الحصول على بعض المعلومات لقد جئت إلى المصدر الموثوق به ولقد مضى عامان منذ أن جئت إلى هذا النادي الساحر وتنفس الكولينيل مرة أخرى في ارتياح فما دام ميستر مالتوس قد دوم على الحضور إلى النادي لمدة عامين فإذن ليس هناك من خطر يهدد الأمير من جراء قضائه ليلة واحدة كان الكولينيل مع ذلك مندهشا وبدأ يرتاب في أنه لا بد من وجود خطأ ما فصاح متسائلا وقد عرته الدهشة ماذا؟ سنتين؟ لقد ظننت ولكني أرى نفسي الآن قد أصبحت موضوعا للفكاهة فأجابه ميستر مالتوس في لطف لست على الإطلاق فإن حالتي مختلفة وبمعنى أدق لست إطلاقا منتحرا وما أنا إلا عضو شرف وقل ما أزور هذا أكثر من مرة واحدة شهريا فإن ما بي من مرض وما يحبوني به الرئيس من عطف قد ضمن لي بعض الحرية الضئيلة والتي في سبيلها أدفع نسبة أعلى من الاشتراكات وحتى مع إتاحة هذه الفرص لي فإن حظي ليس على ما يرام فقال له الكولينيل أخشى أن أطلب إليك أن توضح لي موقفك أكثر ولا تنسى أني ما زلت أجهل قوانين هذا النادي فرد عليه المشلول قائلا إن العضو العادي الذي تقوده ساقاه إلى هنا وراء الموت مثلك يتردد على النادي كل ليلة حتى يجد الحظ له مواتيا وإذا ما أعوزه المال فإن الرئيس يمد له وسائل المسكن والمأكل مسكنا ومأكلا مناسبين نظيفين وإن لم يكون بالطبع فاخرين ومن العسير أن يكون كذلك إذا تدبرنا أن ضاءة الأجر الذي يدفعه مثل هذا العضو وأضاف إلى ذلك أن رفقة الرئيس هي آية من السرور فصاح جير الدين مدهوشا أحقا ما تقول فأنا لم أجد مطلقا أنه شخص جذاب فقال ميستر مالتوس آه إنك لا تعرف هذا الرجل إنه أضرف وألطف مخلوق ما أمتع قصصه ويا له من متشكك لاذع في كل شيء قد خبر أمور الحياة وسبر غورها وبيني وبينك أنه ربما أعظم وغض ستقع عليه عيناك فسأله الكولونيل وهل هو مثلك مستدين؟ إذا استطعت أن أقول ذلك دون إهانة لك فأجاب ميستر مالتوس نعم إنه لك ذلك ولكنه يختلف عني فلقد أنقذتني الأقدار ولكن سيتاح لي يوم أذهب فيه إنه لا يلعب الورق مطلقا وإما يفنط الورق ويوزعه على أعضاء النادي ويقوم بالترتيبات اللازمة إن ذلك الرجل يا مستر هامر سميس رجل داهية ذو عقلية مبدعة ولقد مضى عليه ثلاثة أعوام في لندن وهو منهمك في هذا العمل المفيد وقد أضيف له حسب تقديري صفة أخرى هذا العمل الفني والذي لا تشوبه على الإطلاق سحابة من الشك وتذكر بالتأكيد ذلك الحادث المشهور منذ ستة أشهر الذي ألم بذلك السيد الذي تسمم بوجهه الصدف في سيدلية كان هذا الحادث من أبسط آرائه ويا له من بسيط ويا له من مأمون الجانب فقال له الكولينيل إنك لا تذهشني إنك لا تذهشني إن كان ذلك السيد التعس واحدا منه وأمسك عن الكلام وكان على وشك أن يقول من الضخايا وغير الكلمة قائلا من أعضاء النادي وفي نفس الوقت جال في خاطره أن ميسر مالتوس لم يتحدث على الإطلاق في نبرات ولهجة شخص يحب الموت وأضاف قائلا ومع ذلك فإني لم أفهم بعد إنك تتحدث عن تفنيط وتوزيع الورق فلأي غرض هذا ومدام يبدو عليك أنك غير راغب في الموت وتفضل الحياة فاسمح لي أن أقرر أني لا أجد ما يبرر وجودك هنا فرد عليه ميسر مالتوس بحيوية فياضة إنك تقول حقا إنك لم تفهم ما أقوله بعد فما هذا النادي يا سيدي إلا المكان المقدس لأسمى صخب ولولا صحتي المعتلة لكنت أداوم على الحضور هنا كثيرا وإن الأمر لا يتطلب مني شعورا بالواجب فرضه علي اعتلال صحتي في أن لا أنغمس فيها ذله الذي أستطيع أن أقول إنه متعتي الأخيرة لقد جربت كل هذه الأشياء يا سيدي ثم استطرد واضعا يده على ذراع جير الدين لقد جربتها وتذوقتها دون استثناء وإني لا أقسم لك بشرفي أن لا واحدة من تلك المباهج تبدو لي أكثر أهمية مما هي في حقيقتها وإن العاطفة الحق الوحيدة هي الخوف فالخوف عاطفة قوية إنه الخوف الذي يجب أن تتذوقه إذا شئت أن تشعر بمباهج الحياة ومتعتها فلتحسدني يا سيدي احسدني وأضف ضاحكا احسدني فإني جبان ولم يستطيع جير الدين أن يمنع نفسه من أن يظهر كراهية لدمار محدثه الرهيب ولكنه سيطر على مشاعري باذلا كل جهد واستمر في توجيه أسئلته قائلا له كيف يا سيدي كيف أن الصخب قد طال بهذه البراعة وهل يوجد فيه عنصر من عناصر الشك وعدم اليقين فأجابه مالتوس سأحدثك كيف تختار الضحية كل ليلة وليست الضحية فحسب بل يختار كذلك عضو من أعضاء النادي الذي عليه أن ينفذ حكم الموت فقال الكولنان مجدوها يا إلهي هل يقتلون بعضهم بعضا؟ فأجاب مالتوس بن حناء إن مشاق الانتحار تنفذ ويقضى فيها بهذه الطريقة فصاح الكولنان سبحانك يا رحيم وهل أنت أو أنا أو صديقي قد يقع على أول واحد فينا الاختيار ليقتل جسد الآخر ويقضي على روحه الخالد؟ هل هذه الأشياء ممكنة؟ يا له من خزي وعار وكان على وشك أن ينهض من رعبه عندما لاحظ الأمير ينظر إليه من خلال الغرفة في غضب وفي لحظة أخرى عاد جير الدين لأداء دوره وأضاف قائلا وبعد كل هذا لما لا؟ وما دمت تقول أن اللعبة مسلية وممتعة فسوف أشترك فيها بكل تأكيد ولقد استهوى مستر مالتوس دهشة وشمئزاز الكولنان الاستهواء كبيرا ولقد كان مغرورا وتباهى بخصته وشره وأثلج قلبه أن يرى شعورا كريما في شخص آخر بينما أحس في الوقت نفسه أنه متسام في مشاعري على الرغم من فساده الكامل وقال له والآن بعد أن أعترتك اللحظة الأولى من الدهشة أرى أنك قادر على أن تفهم المباهج التي تتمتع بها حيث أنك عضو في النادي ويمكنك أن ترى كيف أنه يجمع بين صخب مائدة القمار والمبارزة بالسيف ومقاتلة الحيوانات المفترسة طبقا للطريقة الرومانية ولقد ابتدع الوثنيون الرومان مجموعة كاملة من المسليات وإني لا أعجب بهم من أطواء قلبي ولقد ترك الباقي لقطر مسحي لكي يصل بها إلى درجة سامية سامية في الصخب وستفهم كيف تبدو كل المسليات الأخرى سخيفة بالنسبة لرجل قد كون في نفسه ميلا نحو واحدة منها واستطرد قائلا إن اللعبة التي تمارسها لهي آية في البساطة ربطة كاملة من ورق اللعب وأرى أنك ستشاهد الآن اللعبة كما تحدث أمام نظريك أتسمح أن أستند إلى ذراعك؟ فأنا مسلول لسوء حظي وحقا فما كاد ميسر مالتوس يبدأ في الوصف حتى فتح بابان في عنف على مصر عيهما وبدأ كل من في النادي يدلفون إلى غرفة مجاورة في سرعة ما وكانت تشبه الغرفة الأخرى في كل شيء ولكن كان أثاثها مختلف نوعا ما وكانت هناك منضطة خدراء طويلة تتوسط الغرفة وجلس إليها الرئيس يفنط مجموعة من الورق في عناية وعلى الرغم من أن ميسر مالتوس كان يتوكأ على عصى وذراع الكولينيل فإنه كان يسير في مشقة كبيرة حتى أن كل فرد كان قد اتخذ مكانه قبلها قد سبقهما الأمير في الدخول أيضا بعد أن كان في انتظارهما وتبعا لتأخرهم وتبعا لتأخرهم في الدخول فإنهم احتلوا المقاعد المتلاصقة في الطرف البعيد من المندضة وهمس ميستر مالتوس قائلا إن هذه المجموعة مكونة من 52 ورقة لاحظ أثناء اللعب أن ورقة الآس البستوني وهي على شكل القلب ترمز إلى الموت بينما ورقة الآس السباتي ترمز إلى الشخص الذي يقع عليه الاختيار في أن ينفذ حكم الموت ثم أضاف قائلا أيها الشباب إنكم تستطيعون أن تتبعوا اللعبة بعيونكم الحادة أما أنا فلا يمكنني أن أميز الآس على المندضة ثم ثبت زوجا آخر من العوينات على منظاره الأول وأوضح قائلا يجب على الأقل أن أراقب الوجوه فأسرع الكولينيل يخبر صديقة عن كل ما قد علمه من ميستر مالتوس وعن الاحتمالات المخيفة التي تنتظرهم وأحس الأمير فجأة بقشعريرة باردة تسري في كيانه كأنها قشعريرة الموت وبضيق يجسم على نفسه وبل عريقه في صعوبة وأخذ ينظر من ناحية إلى أخرى كأنه رجل طار ثوابه فهمس الكولينيل في أذنه قائلا بحركة واحدة مباغة يمكننا أن نخرج من هنا وشجعت هذه الكلمات الأميرة مرة أخرى وقال إلزم السكون وإثبت لي أنك تستطيع أن تلعب كأحد السادة ولا يضيرك أنك قد تكسب أو تخسر وتطلع حوله وقد بدأ هادئ النفس على الرغم من أن دقات قلبه كانت مسرعة متوالية والحرارة قد سرت في جسمه نوعا ما بينما خين السكون على الأعضاء وقد انصرفوا في اهتمام بالغ إلى مراقبة اللعب وامتقع وجه كل منهم ولكن كان وجه مستر مالتوس أشد صفرة وانتقاعا وغيناه زائغتان في بريق محموم وانكفأت رأسه وأخذت يداه تتحسان طريقهما إلى فمه ثم ضغط بهم على شفتين وكان من الجلي أن عضو الشرف في غاية من المتعة والاستهواء وقال الرئيس انتبهوا أيها السادة وأخذ يوزع الورق في بطء على المنضدة ويتوقف حتى كشف كل واحد عن ورقة وتردد تقريبا كل فرد منهم وكان أحيانا من الممكن مشاهدة أصابع كل لاعب منهم وقد جمدت أناملها حتى أصبح عاجزا لحظة عن أن يظهر ورقته وعندما اقترب دور الأمير شعر بأن اضطرابه يزداد ويكاد يخنق نفسه ولكن ما زالت في روحه طبيعة لاعب الورق الأصيل وعرف والدهشة تملأه أنه ما يزال في نفسه بقية من السرور وسحب الأمير ورقة التسعة السباتي ووزعت على جير الدين الثلاثة البستوني بينما كان نصيب مستر مالتوس الورقة الدام أو الكولة التي ندت عليه صيحة من الارتياح وكشف الشاب صاحب الفطائر في الحال عن ورقته فكانت الآس البستاني وجمد أطرافه الفزع وظلت الورقة مستقرة على إصبعه فهو لم يحضر إلى ذلك المكان ليقتل أحدا وإنما ليموت وجزع الأمير من أجله جزعا شديدا إنساق الخطر المحدق به وبصديقه ووزع الورق عليهم مرة أخرى ومع ذلك لم تظهر بعد ورقة الموت وتوقفت أنفاس اللاعبين ثم استلم الأمير ورقة مرة أخرى أما جير الدين فكانت ورقته ديناري ولكن عندما كشف مستر مالتوس عن ورقته صعدت من فمه ضوضاء مخيفة كتلك الضوضاء التي يحدثها شيء يتحطم ونهض من كرسيه ثم جلس مرة أخرى وكأنه ليس به أثر من الشلل لقد كانت ورقته هي الأسل سباتي لقد لعب عضو النادي الشرفي اللعبة الموت هذه أكثر من مرة وانفجر الجميع يتحدثون في الحال وتراخ اللاعبون في مقاعدهم ثم بدأوا ينهضون من حول المائدة ويعودون إلى حجرة التدخين مثنى وثلاث ومد الرئيس ذراعيه وتثائب كأنه رجل قد أدى عمله اليومي ولكن مستر مالتوس ظل جالسا في كرسيه وقد احتمل رأسه بين يديه الموضعتين فوق المندضة وقد أطارت بصوابه الخمر فلم يعد يتحرك وكأنه حطام قضي عليه وانصرف الأمير وجير الدين في الحال في نسيم الليل الرطب وقد انتلأت أنفاسهما بالرعب فصاح الأمير مدهوشا أنقيد نفسينا بيمين في مثل هذا الأمر أو نسمح لتجارة الجملة في السفك والقتل تستمر بربحها دون أن ينال أصحابها القصاص لو استطعت فقط أن أحدث في يميني فأجابه الكولينيل هذا محال بالنسبة لسموك لأن شرف بوهيميا من شرفك ولكني في يسر أستطيع أن أحدث في يميني وأرجع عنه فقال له الأمير يا جير الدين لو خدش شرفك في أي مغامرة شاركتني فيها ما كنت أعف عنك إطلاقا فحسب وإنما ما أعتقده سوف يؤلمك كثيرا ألا وهو أنه لا ينبغي علي أن أعف عن نفسي وأغتفر لها شيئا فأجاب الكولينيل إني مستعد لتلقي أوامر سموك أن أغادر هذا المكان البغيط فقال له الأمير نعم نادي عربة بحق السماء ودعني أنسى في نومي ذكر العار الذي لحقنا في هذه الليلة ولكنه قرأ في إمعان اسم الفناء قبل أن يرحل عنه وحالما استيقظ الأمير الصبح اليوم التالي أحضر له جير الدين صحيفة وقد أشر له على الفقرة الآتية حادث مؤسف في الساعة الثانية صباحا تقريبا كان مستر بارثليميو مالتوس القاتل في شبستوبلاس ويستبورنغروف بطريقه إلى منزله من حفلة لدى إحدى أصدقائه فسقط على حاجز السلم في ميدان ترافالغار فتهشمت رأسه وكسر ساقه وذراعه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وكان مستر مالتوس في صحبة أحد أصدقائه يبحث عن عربة قبل وقوع الحادث المشؤوم وحيث أن مستر مالتوس كان رجلا مشلولا فمن المسلم به أن سقطته قد حدثت نتيجة لنوبة أصابته ولقد كان الرجل البائس معروفا في معظم الأوساط المشهورة الموقرة وإن قصارته لتترك أثرا عميقا في نفوس الجميع على السواء فقال جير الدين في جد إذا ما كبت الأقدار على روح ما أن تذهب إلى الجحيم فورا فهي بلا شك روح ذلك الرجل المشلول وأخفى الأمير وجهه بين يديه وظل صامتا وتابع الكولن الحديثه قائلا إني في أتم السرور لعلمي بموته ولكن بخصوص الشاب صاحب الفطائر فيجب أن أعترف لك أن قلبي ينزف دما فقال الأمير هو يرفع رأسه يا جير الدين إن ذلك الشاب البائس كان ليلة البارحة بريئا مثلي ومثلك أما في هذا الصباح فإن الدم المسفوك لذلك الرجل قد وقع على رأس هذا الشاب وكلما فكرت في رئيس النادي فإن قلبي يزداد ألما لست أدري ما هي الطريقة التي أقتص بها منه ولكن سأجعل هذا المجرم يندم على كل ما اقترفت يداه بقدر ثقة في الله سبحانه وتعالى يا لها من تجربة ويا لها من درس لا ينسى ويا لها من لعبة ورق فقال الكولينيل إنها كانت مرة واحدة ولن تتكرر وظل الأمير صامتا مدة طويلة دون أن يجيب فارتاع لذلك جير الدين ثم قال له إنك لا تنوي العودة لقد قاسيت كثيرا من الرعب وإن الواجبات الملقاة على عاتق سموك والتي يفرضها عليك مقامك تمنعك من تكرار هذه التجربة الخطيرة فأجاب الأمير فلورزيل إنما تقول يحمل كثيرا من المعان ولست على الإطلاق راضيا عن قراري ولكن ماذا تضم ملابس الحاكم العظيم لا يوجد تحتها سوى جسد رجل وإن الحافز الذي يعتمل في نفسي لأقوى من إرادة يجير الدين فهل من المستطاع أن أكف عن متابعة القدر الذي يطارد ذلك الشاب البائس الذي تناول العشاء معنا منذ ساعات وهل من الممكن أن أترك رئيس النادي يستمر في عمله الإجرامي دون أن يعترضه أحد أيعقل أن أبدأ مغامرة بالغة الفتنة كهذه ثم أنصرف عنها ولا أقتفي أثرها إلى النهاية؟ لا يجير الدين إنك تسألني شيئا لا يقدر عليه أي رجل للمرة الثانية هذه الليلة سنتخذ مجلسنا على المائدة في نادي الانتحار وهو جير الدين راكعا على ركبتيه وقال في صوت مرتفع اقتلني يا صاحب السمو وانتزع حياتي من جسدي إنها ملكك لك مطلق الحرية فيها ولكن لا تذهب بالله لا تفعل وأجاب الأمير في شيء من العظمة والازدهاء إن حياتك ملك لك يا كوليني الجير الدين كنت أتوقع منك الطاعة فلما رأيتك تمنحنيها على غير رضا من نفسك فسوف لا أكلفك هذه المشقة ولن أطلبها حتى بعد الآن وأزيد على قولي كلمة أخيرة لا تريق نفسك بخصوص هذه المسألة وعندئذ نهض قائد الفرسان في الحال وقال للأمير يا صاحب السمو هل تسمح لي بإجازة لفترة بعد الظهر؟ فإنني كرجل شريف لا أستطيع أن أذهب مرة أخرى إلى منزل الموت قبل أن أرتب شؤوني نهائيا وبعد ذلك لن أعترض على سموك وستجد في شخصي أكثر خدمك إخلاصا وولاء وشكرانا وأجابه الأمير يا جير الدين العزيز إني أشعر بالأسف دائما كلما اضطررتني لأن أوجه إليك الحديث بوصفي أمير خذ حريتك اليوم وفعل ما شئت ولتكن هنا قبل الحادية عشر مساء في نفس هيئتك بالأمس ولم يكن النادي في المساء التالي مزدحما كما كان بالأمس وعندما وصل الأمير وجير الدين لم يجد أكثر من ستة أشخاص في بهو التدخين وانتح الأمير برئيس النادي جانبا وهنأه بحرارة على موت الميستر مالتوس وقال الأمير للرئيس إنني أحب أن أقابل الرجال القادرين وقد وجدت فيك على التأكيد كثيرا من هذه القدرة والجدارة وإن لك مهنة في منتهى الدقة ولكني أعلم أنك قادر على أن تؤديها بنجاح وحرية وقد تأثر الرئيس بعبارات المديح التي انساقت على لسان الأمير في أسلوبه المتعالي فتقبلها الرئيس بشيء يقرب من التواضع ثم استطرد يقول مسكين مالتي لم يكون النادي من بعده كما كان من قبل إن أغلب زبائمي فتيان يا سيدي فتيان يهيمون في خيالاتهم ولا تلذ لي صحبتهم ولا يعني ذلك أن مالتي لم يكن شاعريا إنما أقصد القول أنني كنت أفهمه في الحين لا أفهم هؤلاء الفتيان قال الأمير أفهم الآن أنك كنت تحب مستر مالتوس كان يبدو لي رجلا فذا وكان الشاب صاحب الفطائر موجودا بالحجرة ولكنه كان يكتم الألم والحزن في صمت ودون جدوى حاول صديقاه الجديدان أن يحمله على الكلام وقال في صوت مرتفع كم أود والحصرة تأكل قلبي لو أنني لم أدلكم على هذا المكان المعيب انطلق إلى الخارج قبل أن تتلوث أيديكما بالجريمة آه لو قدر لكم أن تسمع سرخة الرجل وهو يسقط قتيلا آه لو سمعتما صوت عظامه وهي تتهشم على الرصيف تمني لي لو كان في قلبيكما رحمة نحو مخلوق بائس هالك مثلي تمني أن يكون حظي الليلة الآس البستوني وجاء عدد من الأعضاء مع تقدم ساعات الليل ولكن مع ذلك لم يزد العدد عن 12 عندما جلسوا حول المائدة وللمرة الثانية أحس الأمير بشعور هو مزيج المتعة واللهفة المخيفة ولكنه دهش إذا رأى جير الدين أهدأ منه في الليلة السابقة وقال الأمير يخاطب نفسه من الغريب أن تتغير طباع الشاب في حالة ما إذا كتب وصيته أو لم يكتبها وقال الرئيس أيها السادة ألقوا إلي بانتباهكم وبدأ يوزع الورق ودارت الأوراق حول المائدة مرات ثلاث دون أن تظهر الورقتان المطلوبتان وفي المرة الرابعة بلغ الاضطراب حدا مخيفا فقد كان عدد الأوراق مطابقا لعدد الأشخاص الجالسين وكان الأمير يجلس في المقعد الثاني على يسار الرئيس فقد كانت ورقته هي التي تسبق الأخيرة وكشف اللاعب الثالث ورقته فكانت آسا أسود آس البستوني الآس السباتي والذي تلاه كان نصيبه الآس الديناري ومن بعده وهكذا ولكن الآس البستوني لم يكن قد نزل إلى المائدة وأخيرا كشف جير الدين وكان على يسار الأمير عن ورقته وكانت آسا الآس الكوم ولقد توقف قلب الأمير على الحركة لقد تطلع إلى نصيبه إلى المائدة كان رجلا شجاعا ومع ذلك فقد تصبب العرق من وجهه وكان لديه خمسون احتمال في الماء أن يكشف عن الآس البستوني وقلب الورقة وكانت هي الآس البستوني وعندئذ انطلق في رأسه هدير ورنين وزاغت المائدة من أمام ناظرين وسمع من الشخص الذي على يمينه ضحك لا تدل على السعادة ولا تعبران الخيبة وإنما هي مزيز منهما وتراء له الجميع وهم يبارحون المائدة ولكن عقله كان يزدحم بأفكار أخرى وقد تبين له مبلغ غفلته وإجرامه لأنه قامر بمستقبله ومستقبل شعب شجاع أو لاه ثقته كل هذا وهو في ريعان الشباب والصحة ورئيس لإحدى العروش صاح قائلا يا إلهي قفرانك يا إلهي عندئذ ذهب عنه الروع وعادت إليه السكينة في الحال ومما أثار دهشته النجير الدين كان قد اختفى ولم يكن بالحجرة إلا شخص واحد هو الذي سيتولى الإجهاز عليه كان يتحدث إلى الرئيس أما الشاب صاحب الفطائر فقد تقدم إلى الأمير وهمس في أذنه لو أنني أملك مليونا من الجنيهات لدفعتها ثمنا لمصيرك وعندما ابتعد الشاب عن الأمير فكر هذا أنه كان بوده لو باع له خضه بثمن أقل بكثير مما ذكر وانتهى الحديث الهامس بين الرئيس وبين الرجل الذي أسندت له مهمة قتل الأمير وخرج صاحب الآس السباتي وقد بدى عليه أنه يعرف كيف يؤدي واجبه وتقدم الرئيس من الأمير ومد له يده قائلا إنه ليسعدني يا سيدي أن قابلتك ومسرور إذ استطعت أن أقدم لك هذه الخدمة اليسيرة على الأقل وليس لك أن تشكو من التواني أو التأخير في الليلة الثانية يا لك من سعيد الحر وحاول الأمير أن يلفظ بشيء ردا على الرجل ولكن دون جدوى لقد كان حلقه جافا وخيل له أن لسانه أصابه الشلل سأله الرئيس وهو يتكلف الإنزعاج يبدو أنك متعب قليلا هذا يحدث لأغلب السادة هل لك في قليل من البراندي؟ وتقبل الأمير ما عرض عليه وعلى التو أفرغ له الرئيس قليلا من الشراب في كأسه وقال الرئيس وقد انتهى الأمير من كأسه يا لهذا المسكين لقد شرب كأسين مترعين ولكنهما لم تفده إلا قليلا قال الأمير أما أنا فأشعر بالتحسن قال ذلك وهو يحس بحيوية أكثر ها أنا ذا قد عدت إلى حالتي الأولى كما ترى وعلى ذلك فاسمح لي أن أسألك ما هي تعليماتك لي؟ قال الرئيس عليك أن تسير في طريق ستراند في اتجاه المدينة لندن وعلى الرصيف الأيسر إلى أن تقابل الرجل الذي بارح الحجرة منذ قليل وإذا سمحت عليك أن تطيع تعليماته من ذلك الوقت فصاعدا إنه يمثل في شخصه سلطة النادي طوال الليل والآن أرجو لك نزهة طيبة ورد الأمير فلورزيل على تحيات الرئيس بشيء من الارتباك ثم انصرف ومر في طريقه بحجرة التدخين حيث كان أغلب الأعضاء يشربون الشامبانيا التي كان هو قد طلب بعضها ودفع ثمنها وكم كانت دهشته إنه لعنهم في أطواء نفسه وارتدى قباته ومع طفا وتناول مظلته من أحد الأركان ولما خطر بباله أن يقوم بهذه الأفعال العادية لآخر مرة في حياته ضحك لنفسه ضحكة كان لها وقع كئيب في أذنيه ولم يجد في نفسه رغبة ليبارح المكان وتوجه إلى النافذة بدلا من الباب فلما رأى المصابيح والظلام في الخارج ارتدت إلى نفسه بعض الطمأنينة والثقة وقال لنفسه لا تشجع وكن رجلا لا بد أن أنتزع نفسي من هنا وعندما وصل الأمير إلى روكني بوكس كورت انقض عليه ثلاثة رجال ودفعوا به دون تكلف إلى داخل عربة انطلقت به في الحال وكان شخص ما بالداخل وقال صوت يعرفه الأمير حق المعرفة هل سيغفر للأمير هذا الشوق لصحبته؟ وألقى الأمير بنفسه على جير الدين يعانقه وقد تنفس الصعوضاء وهو يصيح هل سيقدر لي أن أفيك حقك من الشكر؟ ولكن كيف ضبرت هذا؟ ورغم أنه كان على استعداد لأن يموت إلا أن السرور قد استولى عليه عندما عاد من جديد إلى الحياة المليئة بالأمل وإلى صداقة جير الدين قال الكولوني المجيبا إنك تستطيع أن ترد لي الشكر بأن تبتعد مستقبلا عن مثل هذه المخاطر وأما عن سؤالك الثاني فقد دبر كل شيء بسهولة فقد ذهبت بعد ظهر اليوم وقابلت أحد رجال البوليس وقد وعد بكتمان الأمر وتناول أجره على ذلك وأما الذين اشتركوا في إنقاذك فهم خدمك وكان منزل بوكس كولت محاصرا منذ المساء وهذه العربة هي إحدى عرباتك كانت في انتظارك منذ ساعة أو بعض ساعة وسأل الأمير وماذا حدث لذلك الرجل البائس الذي كان مزمعا أن يقتلني أجابه الكولونيل لقد قبض عليه بمجرد أن غادر النادي وهو الآن في القصر ينتظر كلمتك فيه وهناك سوف يلحق به شركاؤه في الجريمة فقال له الأمير إنك يا جير الدين قد أنقذتني رغم أوامر الصريحة فلست مدينا لك بحياتي فحسب وإنما كذلك لقد لقنتني درسا ولن أكون جديرا بمركزي إذا لم أبد لك اهترافي بالجميل بوضعك مدرسا لي ولتكن لك مطلق الحرية في اختيار طريقة تنفيذ لك وسادت فترة في الصمت بينما كانت العربة تتابع سيرها خلال الطرقات واستسلم كلا الرجلين لأفكاره وأخيرا قطع الكولونيل جير الدين حبل الصمت قائلا إن في قصر سموك الآن عددا لا يستهان به من المقبوض عليهم وإن بينهم على الأقل واحدا لا بد أن يقدم للعدالة ولكن القسم الذي ارتبطنا به يمنعنا من أن نبلغ الأمر للبوليس وكذلك مركزك حتى ولو تحللت من القسم فهل أن أسأل سموك ماذا قررت أن تفعل؟ قال الأمير لقد استقر رأيي على أن يدخل رئيس النادي في مبارزة ولم نبقى إلى أن نختار له خصما قال الكولونيل لقد أذنت لي يا صاحب السمو أن أختار مكافأتي بنفسي فهل تسمح لي أن يكون أخي خصما للرئيس؟ إنها مهمة مشرفة ولكن أؤكد لسموك أن الفتى سينفذها على أكمل وجه قال الأمير إنك تطلب مني معروفا غير محبب لنفسي ولكن لا أستطيع أن أرفض لك طلبا وهنا قبل الكولونيل يد الأمير بتأثر عظيم وفي تلك اللحظة وصلت العربة إلى قصر الأمير الفخم وبعد ساعة ذهب الأمير وهو في ملابسه الرسمية التي تحمل نياشين بوهيميا واستقبل أعضاء نادي الانتحار قال لهم الأمير أيها الأغبياء الأشرار الذين ساقتكم الأقدار على أن تلتحقوا بهذا النادي مدفوعين بشعور النقص في المال أو هناءة البال أو خلو اليد من العمل ستنالون جميعا مالا وعملا على يد ضابطي وأما هؤلاء الذي تؤنبهم ضمائرهم لما اقترفوه من إث فيجب عليهم أن يتجهوا بأفئدتهم نحو قوة أعلى وأسمى من كل إنسان نحو الله إني لا أشفق عليكم جميعا شفقة عميقة لا يمكنكم أن تتخيلوا مقتارها وغدا تقصون علي قصصكم وكلما كان رائدكم الصراحة كلما كان رائدي مساعدتكم المساعدة الجدية والتفت إلى الرئيس واستطرد قائلا أما بخصوصك أنت فلعلي أسيء إليك لو قدمت إليك يد المساعدة وأنت رفيع المنزلة ولكن عوضا عن ذلك سأقدم لك شيئا قد يسليك ثم وضع يده على كتف أخ جير الدين الأصغر واستأنف حديثه قائلا هاك أحد ضباطي الذي يرغب في القيام بجولة صغيرة في أوروبا وأطلب منك أن تزدي لي معروفا في أن تصحبه ثم استطرد وقد غير من نبرة صوته ولهجته أتجد الرماية بهذا المسدس؟ فقد تلجئك الحاجة إليه فإذا ما سافر إثنان سويا فمن حسن التصرف أن يكون هناك استعداد تام لكل شيء ودعني أضيف إلى قولي أنك إذا فقدت جير الدين الصغير في الطريق فسيكون لدي دائما عضو آخر من أهل بيتي يتقدم ليكون لترفيقا وإنه لمشهود لي أيها السيد الرئيس بأني بعيد النظر واسع السلطة والنفوذ واختتم الأمير حديثه بتلك الكلمات التي ألقاها في قسوة وفي الصباح التالي وظف جميع أعضاء النادي في وظائف مناسبة ومنحهم من كرمه المال الوفير وبدأ الرئيس رحلته تحت إشراف مستر جير الدين وإثنين من أخلص وأمهر الخدم الذين تدرب تدربا ممتازا في بيت الأمير أضف إلى ذلك أنه قد أقام عملاءه الموثوق فيهم المؤتمنين على حظ السر بالمنزل في بوكس كورت وكانت جميع الرسائل والزائرين وموظفي نادي الانتحار تحت رقابة الأمير فلورزيل بنفسه